موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المصالين وعلى آله وصحابته أجمعين وفي حسن الثواب لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة أخرج الشيخان عن أناس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة يا رسول الله قال ما أعدت لها قال ما أعدت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببس وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله أيها المستمع الكريم من علامة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتذاء بآدابه والتزام سنته واتباع أقواله وأفعاله واجتناب نواهي والتأدب بآدابه وفي الحديث ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وشاهد آخر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يؤتى به أمام النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة حد الخمر عليه فلعنه بعضهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله أخرجه البخاري فهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم يثبت لرجل يستقران محبة الله ورسوله أيها الإخوة ومن محبة الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم روى الترميذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس وفيهم أبو بكر وعمر فلا يرفع أحد منهم إليه بصرة إلا أبو بكر وعمر فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويبتسيمان إليه ويبتسم إليهما وروا أسامة بن شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله فكأنما على رؤوسهم الطير إخوتي في الله من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم رواية حديثه عليه السلام والسنة ولقد كان مالك بن أنس رضي الله عنه لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث به إلا عن طهارة متمكنا وقال أحب أن أفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم توقير أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنه وبر آله وذريته وإجلال أصحابه رضو الله عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ أحدهم ولا نصفاه وقال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وأكتفي في هذه الحصة المباركة بالختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لرواية أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات وفي رواية وكتب له عشر حسنات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الأجمعين والحمد لله ربي العالمين